موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس اليوم بعنوان اللياقة البدنية عزيزة المتعلمة بداية نتعرف على اللياقة البدنية هي مستوى الحالة البدنية التي يعتمد عليها الإنسان الرياضي ومن أهم عناصر اللياقة البدنية هي المرونة الإطالة السرعة الرشاقة القوة العضلية التوازن الدقة التحمل العضلي والتوافق أترككم مع أجزاء الدرس بداية سنبدأ بالإحماء والذي بدوره يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتهيئة الجسم لاستقبال المهارة الوقوف الجري الخفيف بمكان مناسب لنبدأ يكرر مرة أخرى الوقوف فتحا تحريك الرقبة في اتجاه عقارب الساعة والعكس لنبدأ يكرر مرة أخرى الوقوف فتحا دوران الضراعين أماما وخلفا لنبدأ للأمام ثم للخلف يكرر مرة أخرى الوقوف فتحا الجذع أماما لأسفل وملامسة اليدين للأمشاط بالتبادل لنبدأ يكرر مرة أخرى الوقوف الجري في المكان مع توجيه الكعب إلى الخلف لنبدأ يكرر مرة أخرى الوقوف الجري في المكان مع ملامسة الكفين للركبتين لنبدأ يكرر مرة أخرى والآن سنبدأ بتدريبات تساعد في تقوية العضلات وزيادة التحمل العضلي الوقوف فتحا اليدين جانبا ممسكة بأثقال ميل الجذع للجانب بالتبادل لنبدأ ويفيد هذا التمرين في إطالة عضلات الجذع والظهر الوقوف فتحا الذراعان جانبا ثم الصعود بالوثب على جهاز الستبس وثني الركبتين ثم النزول للخلف بالوثب الخفيف لنبدأ ويفيد هذا التمرين في تقوية عضلات الفخذين والظهر والذراعين الوقوف ضمن الذراعان جانبا ممسكة بأثقال ثم عمن طعن أمامي للرجلين بالتبادل مع مراعاة الزاوية القائمة للرجل الأمامية والخلفية لنبدأ ويفيد هذا التمرين في تقوية عضلات الفخذين والظهر والذراعين الوقوف فتحا الذراعان أماما مقابل الجذع ممسكة بأوزان ثم رفعهما بالتبادل في اتجاه الكتفين لنبدأ ويفيد هذا التمرين في تقوية عضلات الذراعين الوقوف فتحا الذراعان أمام الصدر ممسكة بكرة طبية أمام الحائط ثم النزول بثني عميق للركبتين ثم التصويب عاليا على الحائط ثم الوقوف وفرد الرجلين والذراعين لنبدأ ويفيد هذا التمرين في تقوية عضلات الذراعين والصدر والرجلين والآن سنبدأ بتدريبات تزيد من رشاقة ومرونة الجسم الوقوف فتح وضم الرجلين باتساع الكتفين والذراعين جانبا مع انثناء خفيف بالركبتين لنبدأ الوقوف الجريو المتعرج بين الأقماع لنبدأ الوقوف الجريو جانبا مع لمس الأقماع يمينا ويسارا مع زيادة السرعة ولمس القمع الأخير لنبدأ الوقوف التحرك جانبا مع انتقال الرجلين أماما وخلفا على السلم الأرضي مع تبديل الاتجاه لنبدأ الوقوف الصعود والنزول على جهاز الستبس بالتبادل بين الرجلين لنبدأ والآن عزيزة المتعلمة لنقم ببعض تمارين الاسترخاء وتفيد هذه التمارين في تهديئة واسترخاء عضلات الجسم وإطالتها وتقليل نسبة تأثير العضلات بالإصابة والآن عزيزة المتعلمة لنقم ببعض تمارين الاسترخاء وتفيد هذه التمارين في تهديئة واسترخاء عضلات الجسم وإطالتها وتقليل نسبة تأثير العضلات بالإصابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى اللقاء في الحصة القادمة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته